أهلاً من برج السرطان القرى أعملت دائمين رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقوى للعكس يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف إنه بعض الإشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشاوهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً خذ من الفيديو دائماً الإشي اللي ممكن تستفيد إمتى منها وترك الباقي ممكن يكون فيه للفيديو رسالة أو إشي معين ممكن إمتى تستفيد منه فاخذ هاد وترك الإشياء الأخرى رح نبلش بطاقتك أول هذا رح نشوف طاقت الشريك خطواتكم في المستقبل وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم طيب رح نبلش بكوت النصيحة أول لبرج السرطان بدك أنت حالياً عم تنور بموقف أو وضع بدك تكون صبور أكتر مع الموقف أو بدك تكون صبور أكتر مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضاً برج السرطان أنت بتخبي المشاعرك اللي بتحسه كتير كان ذكرت النصيحة بتحكي لك أنه خليك أوثنتيك خليك مثل ما أنت حاول أنه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لأنه ممكن الشخص اللي أنت تتعامل ماهو يكون مش سريع لنقط الإشارات منك أو بفهم التنميحات اللي بتعطيله في عندك بدك تحاول تكون منصف أكتر مع الوضع لأنه في عندك رقم 6 عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت ف بالنسبة لك كنت نصيحة بتحكي لك أنه الأفضل أنه تخلي الوضع في شوي توازن حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة ومش كتير بس تركز على أنت شو بتحس ومشعرك أنت ومشو أنت إن جرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم إلى نظرة الشخص الآخر يعني حاول تحط حالك في المطرح الشخص الآخر طيب عم شوفك أيدا رافض فكرة الحب حالين ومش هم تسمح لشخص في عنده ورود حب أو بدي يقدمك ورود حب مش هم تسمح لهالشخص بالاقتراب والسبب أنه أنت تبحث على إشي جدي ما نشوفك عم تبحث على إشي عابر لأنه أنت بتطمح إلى رابطة تكون طوية نشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي أنت فيه لأنه فوق تحكي عن رفض لإشي معين فممكن تحس أنه أنت مرفوض لماحية العاطفية أو تحس الطرف اللي أنت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الماحية العاطفية ممكن أيدا تكون عم تتعامل مع برج هوائي برج ماي أو برج الميزان برج الجوزاء أيضا عندك غير هيك ممكن يكون أي برج تاني ولكن الطاقة طاقة الحبيب أو طاقة الشي شوية متهورة الشخص اللي تتعامل ما هو شخص متسرع شخص أيضا إذا كان إذا كان برج ماري شخص اللي هم تتعامل هنا نشوفه متسرع كتير بالحكي ما بيفكر قبل ما بيحكي وإذا كان تتعامل مع درج هرائي الشخص غير قادر أيضا على أنه يحقق التوازن بغض تنقدر على الفكرة اللي بيأطيها لإلك أو أو أنت كيف تشوف هالشخص من بره إلى أن شخص أنت بتحس أنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء يعني ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هك وهم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص لا ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل أمشوفك أنتحاول في عندك كتير ستات وفي عندك جوست سكاو بالاوويز في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح أن في عندك لا لازم تختار بين شيئين وعنشوف إنتو طاقتكم المشتركة حاليا عم الأغور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أنرجي أو طاقة عم تتحرك إنت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديد ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سنل أو حتى غير بدك تفوت بعلاقة إلى البعض منكم لأنه أنت عم تبحث عن التنبرانس عم تبحث عن الشفاء عم تبحث أنك تباوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت في عم تبحث أيضا عن علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن هنشوفك بالمستقبل طاقتك كثير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفيا ولكن في المستقبل في عندك أو عندك طفاؤل أكتر أو نظرتك تكون إيجابية أكتر فحتى ممكن تنير بمرحلة مثل التنوير في حياتك وبالفترة القادمة رحت تنير بمرحلة من التنوير هنشوفك أيضا تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر أيضا هنشوفك يعني أو تتركها تيجي مثل ما تيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخص اللي عنده تتعلمه في عنده شغل كتير أو شغل روحاني على حاله يعني هالشخص متناقض جدا بنفسه بنجوم متناقض عمي مر بكونفلكت أو عمي مر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتها لأنه هو يعني يحاول يجنع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا هو يعني مش مش نيتو إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جوه بيحتاج إلى شو بيحتاج إلى الجلسة معذات ممكن من نحكي لحتى يفهم هو وضع شو هو وشو بيريد ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم إنتو في المستقبل يعني عم شوف إنت الشخص اللي مشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بنجوها واي لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما بنجوه سرطان بيحب ممكن أنت بدك منه ردة فعل من النحية العاطفية عم شوف أغلب كنتك عاطفية وأغلب كنتو منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني يعني يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك بعكسك أنت أنت قراراتك اللي بتأخذها بتكون بنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوه ممكن يكون وضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بيها الطريقة أمشوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حكي كتير فيه الطاقة بينكم مستان منطق ولكن أمشوف أنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف العلومات عنك أكتر منك إذا أمشوف أنت مركز على روح حمياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على أنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب كوت طوضيحيا نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصان ممكن يكون علاقتك إنت معه وطبيعة شغله أو إشي مثل هك بس بد من نوضح شو هو الشي اللي هو من جو داخلهم عمي مر بالصراع من أجله طب فهالشخص حاليا بفترة ود ويدخل بفترة هدمة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو الغزل حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص الشخص هيدا متناقض بجو حاليا أو الشي اللي هو يعني من دايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لإني يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي تنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم أحس هيك ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر منه هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعر وفياضة ولكن صعب عليه أنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بما نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل لأن بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشاح حالات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل طيب بما نشوف هل رح يصير فيه تواصل بينكم انتوا لكم بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة الاستمرارية العلاقة وارتباط بالعلاقة هنشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد زينين الأمور بالعلاقة ما بعرف ما بعرف رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زين والأمور بالعلاقة وعنشوف وعنشوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي برغم إنه هالكارت برمز أحينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيغض بالنتيجة اللي أنت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هو اللي يستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا أنتو الاثنين أنتطلحوا إلى تحقيق أسعى أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدين إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير أمشوف إنه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شي إنك تخلي العلاقة دون شي آخر فأي علاقة أنت بتتمح إلى وتخليها إلى المدى الوعيد أو إلى إنك تكون مستقبل مع الشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كما الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هذا كل شي نقشنا ما في أي شي مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينكم بينه الشخص مش واضح هون إنه فيه communication أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه أنت عم تشتغل على حالك وهو أيضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشيا هو عم يحاول يصلح من حاله إشيا أنت عم تحاول تتشاف أو تطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كاتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل فعنشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض إنه جهود موجودهم وإنه فيه عندكم مفهول للصورة الأكبر اللي بدكم تحقوها مع بعض بس بس وإنه فيه مشاعر تجاهك ولكن صعب على إنه يعبر فبتوقع هذا الشخص يحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جوته واللي هي نبين إنه رح توجد لأنه طاقة كتير دامنا طاقة كتير مهيمة فعم شوف إنه فيه عنده زي يعني وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ مني الوضع لأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو لو أنت إمراءات برج السرطان وهو رجول يعني حبايا برج السرطان رابطونا لقراءتكم فعبتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكوب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو القادم شكرا شكرا